كان يا مكان كانت مريم تحب أن تساعد والدها الذي كان يجدد الحمام وكانت مريم سعيدة جدا بتركيب حوض استحمام وكانت تتخيل نفسها وهي تنام فيه مع ألعابها الجميلة وتلعب بفقاعات الصابون في كل مكان وكان والد مريم نجارا وكان يأخذ مقاصات لعمل فتحة للشباك في الحمام وكانت مريم تحب أن تساعد والدها بإعطائه الأدوات مثل المطرقة والمسامير وألواح الخشب وكانت تحب مريم رائحة الطلاء الجديد وكانت أيضا تحب شكل الأسلاك الكهربائية وتحب أن تنظف بعد أن ينتهي والدها من العمل ثم تجمع بعض الأجزاء وتعتبرها كنز لها وتحتفظ بها وبعد أن كسر والدها الحائط الذي سيكون شباكا كان الحائط مفتوح طوال الييل وفي اليوم التالي تفاجأت مريم بأن هناك عصفورا يحمل قش في فمه سيو 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 ووجدت أنه صنع عشا في الرف الأول من دولاب الحمام فتابعت مريم العصفور وهو يصمم العش وبدأ بوضع القش في القاعدة ثم وضع قشا ليصمم حائطا دائريا ثم صغر الفتحة لتكون مثل باب للعش ليحافظ على البيض وجاء والد مريم وقال لمريم أوه واضح أنه لدينا ضيف يريد أن يعيش معنا فضحكت مريم وقالت لن نستطيع أن نكمل العمل في الحمام يا بابا علينا أن ننتظر حتى يفقص البيض فقال والدها أوه حسنا ولكن عليك أن تنتظري كثيرا ولن تستنتعي بحمامك ولا بفقاعات الصابون التي تحلمين بها فضحكت مريم وقال ولكن يا بابا إن هذا العصفور نجار مثلك فهو يعرف كيف يصمم ويبني بيتا لأبنائه وفعلا بينما كانت العصفور الأم تنام على بيضها كان العصفور الأب يأتي كل يوم بالطعام للعصفور الأم لتتغذى وكانت مريم تراقب العصفور الأب والعصفور الأم وتتعجب في أنهم مثل والدها ووالدتها وبعد أسبوع غادرت العصفور الأم والعصفور الأب وذهبت مريم لتراقب العش وتشاهد البيض وكانت معجبة جدا بالبيض الصغير وفجأة بدأ البيض في أن يتكسر وخرج صغار العصفير وحتل والآخر وكانوا الصغار لونهم وردي وليس لديهم أي ريش وكانت هي المرة الأولى التي ترى فيها مريم بيضا وهو يفقص وكانت سعيدة جدا ونادت مريم على والدها ليرى صغار العصفير بابا 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 تعال بسرعة فقال والدها رائع لقد حان الوقت أن نكمل عملنا في الحمام فقالت مريم في حزن ماذا تقول يا بابا أنا لا أريدهم أن يرحلوا أريدهم أن يعيشوا معنا في الحمام إلى الأبد فقال والدها حبيبتي مريم عندما يقبر صغار العصفير سيطيرون مثل والدهم ووالدتهم ولكن استمتعي بهم وهم صغار حتى يتعلموا الطيران وبالفعل كانت مريم تراقب العصفير كل يوم وكان العصفور الأب والعصفور الأم يطيرون في الخارج ثم يعودون بالطعام لصغارهم وفي أحد الأيام وفي أحد الأيام وجدت مريم العصفور الأم والعصفور الأب واقفين على حافة حوضة الاستحمام وهم يصيحون وكأنهم يقولون لصغارهم هيا هيا اخرجوا من العش هيا هيا وبالفعل خرج الأربع عصفير الصغار من العش وطار الأب والأم إلى الشباك وقالوا وتخيلت مريم أنهم يقولون هيا هيا طيروا طيروا هيا هيا افردوا جناحكم وطيروا طيروا وبالفعل حاول الصغار الطيران ولكنهم لا زالوا صغار ولا تزال أجنحتهم ضعيفة فتزحلقوا داخل حوضة الاستحمام ولم يستطيعوا الطيران وضحكت مريم فوقف الأم والأب على حافة حوضة الاستحمام وقالوا مرة أخرى وكأنهم يشجعون الصغار على الطيران وعلى أن لا يستسلموا وأن يحاولوا مرة أخرى ولكن مرة أخرى لم يستطيع صغار الطيران فقررت مريم أن تساعدهم ووضعت لهم لوحا من الخشب داخل حوض الاستحمام ليصعدوا عليه وفعلا صعدوا الصغار عليه وبالفعل طاروا إلى فتحة الشباك ومن فتحة الشباك طارت العصفور الأم والعصفور الأب والصغار وقالت مريم مع السلامة مع السلامة مع السلامة وعندما استدارت مريم وجدت الحمام هادئ وفارغ ولم يعد هناك صوت زقزقة العصافير ولكن والدها استقبلها وفتح يديه ليحتضنها وقال لها بحب حبيبتي مريم ما رأيك أن نعود للعمل الآن لإنهاء الحمام لتستمتع بفقاعات الصابون في حوض الاستحمام هيا بنا يا حبيبتي هيا وبذلك يا أصدقاء نتعلم كما تعلمت مريم أن الله خلق الطيور مثلنا لهم أب وأم يعتنون بهم ولهم قدرة على البناء مثلنا فسبحان الله كان يا مكان كانت مريم